ايه مارس الكولرده؟ ايه المدرب العظيم ده؟ انا بقول مدرب عظيم الايام اللي فاتوا تقولي النهارده عشان ما تقولیش برده ايه هو عشان كسب النهارده تقوليه مدرب عظيم انتبش كنت بي معلناس اللي بتانتقدوا لأ انا عملي ما انتقدت مارس الكولرد ممكن انتقد في مواقف في بعض المباريات بس مارس الكولردل مدرب عظيم ايه احمد نبيل كوكا مين كان يصدق ان قالو يدعاني جيوcryوض عالدكة ازاي اتعملت مع المساحات بتاعتهم بشكل رائع جدا المساحات اللي بتبقى ورد باكات الباكرايت والباكليفت اللي جادت منها كل اهداف النادي الاهل النهاردة ازاي الروعة دي في التحضير والمذاكرة للمباراة من مارس الكولر النهاردة هو واقف على الخط في اول المباراة قلت يا اخي الراجل ده برضو قاعد شايف قدامه كريم بنزيمة وفابينيو وكانتي ورومارينو الاربعة جمدين الاربعة دول بالمناسبة كريم بنزيمة واخد دوري ابطال اوروبا واحسن لاعب في العالم فابينيو واخد دوري ابطال اوروبا كانتي واخد دوري ابطال اوروبا طبعا ودوري انجليز وزاي وزاي فابينيو وكريم بنزيمة مع الدور الاسبانيو الكلام ده كله حتى رومارينو واخد كاس البرتدورس كاس امريكا الجنوبية تبتتلاعب نجوم العالم انت بتلاعب فريق عالمي مش فريق بس عربي او فريق من المملكة العربية السعودية تتلعب فريق عالمي والنهار ده كنت أفضل نحترم الاتحاد وفريق كبير وفريق محترم بكل تأكيد بس معلش والله معلش حظهم اللي مش جيد إن هم وقعوا قدام النادي الأهلي ببساطة يعني زي أي منافس آخر يعني بحظوا وحش أول ملعب قدام النادي الأهلي فهم النهار ده كان حظهم وحش جدا هم ملعب قدام النادي الأهلي